العاصفة دانيال تغرق الشرق الليبي وتخلف عشرات القتلى وتشرد المئات بعد أن ألحقت أضراراً مادية جسيمة وتسببت الأمطار الغزيرة في فايضان الأودية ما أدى إلى إغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير البنية التحتية وفيما يتواصل البحث عن مفقودين أعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حضرة تجوال كما أغلقت الموانئ الأربعة الرئيسية في البلاد وبعد ثلاثة أيام من الطقس المتردي أعلنت الحكومتان في الشرق برئاسة أحمد حماد والغرب برئاسة عبد الحميد دبيبة أعلنت درنى مدينة منكوبة على أثر فايضان وادي درنى وسط المدينة ووجهت الحكومتان الجهات المعنية باتخاذ التدبير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك بما فيها حماية السكان من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها ومساعدتهم على تجاوز أثارها وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة وستقدم مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني وشهدت ليبيا تساقطات مطرية قياسية بلغت في بعض المناطق 185 ملي مترا وهذه الأمطار الفيضانية ناجمة عن ضغط منخفض شديد أطلقت عليه خدمات الإرصاد الجوية الوطنية في جنوب شرق أوروبا رسمياً اسم الإعصار دانيال والعاصفة انطلقت بداية من اليونان مروراً بليبيا وتتجه نحو الأراضي المصرية حيث يتوقع أن يكون تأثيرها محدوداً بعد أن فقدت قوتها عقب وصولها لليابسة في ليبيا